يعني باستغل دي مهرجانات يا مونة انت عرفتي منين بانين هقولنا بقى حضور محمد صروت في التوقيت اللي احنا فيه واستاذة في الغنى واهمية طبعا فيه غنى دلوقتي يعني الشعب حاجة والمهرجانات حاجة هقول الجمهوري بس احنا بنعمل ايه بالضبط عشان باعرف بقى انت اختارتي مين وعملتي ايه والله ما اختارتش هو يعني انا بعمل مسلسل ازاع الراديوان انا والجميل الرائع الفنان محمد ينادي فدخل رايح اسجل من يمين بقى المسلسل عشان قاله هيسافر وكده فيالله يا جماعة يالله قال لي تيجي نشوط التتر هو غني مهرجانات قالت له الله بجد ده انا نفسي اه يعني حبيت المغامرة اه طبعا طبعا في دماغي طالما الكلمات حيقصة هو مسلسل كوميدي وانا برضو الاول مرة هعمل كوميدي حاجة لايت كده واتنين عامين يعملوا مقالب في بعض وكرهين بعض وبتاعه والظروف بتحطهم في مكانه شايز احرق المسلسل بس انا هبقى سعيد انا بموت في ميكروفون الازاع جدا انه انا ما عملش غير من ايام صوت العرب عملت مسلسل مع استاذ هاني شاكر اللي هو غزل البنات للحدودة الرواية المشهورة استاذ محمد مرعي عمل لنا مسلسل رائع عدنا اغاني غزل البنات فانا او مرة يعني وعملت ديني كتير وكده والمرقة في الاسلام وحاجات زي كده لكن مش فاكرة اسم المسلسل الديني حنجيله بتاع اللي انا عملته في الازاع بس دي او مرة بقى وكوميدي بعد غياب فانا بعشق ميكروفون الازاع جدا مين اخترق كوميدي هيني دي نفسه اه غالبا هيني دي طب ما استغربتيش ولا انت بردو دي شايف انها انا مكنش عارفة الدور ايه فلما جيت اقرأ بعتولي على الموبايل وبقرأ بقيت فاتصان عم ندحك انا هعمل ده بس شايف انها كان شيء متوقع انا كان نفسي قوي ان انا عمل سيت كوم كامل يعني جريئة والله يا مونة بيبنش عليك ما انت شايفاني بهرج مع مفيدة طول الوقت اه لا بس برضو انت انا بتقدمي ساعات الافهات من كتر بمعنى اشتغلت مصرح برضو فبتجي لي حاجة لحظية كده ما بمسكش نفسي انا روح ايلى حاجة كده في الهوى بس هنا انت برضو بتقدمي مع يعني من اسماء الكوميديا المعه جدا محمد هيني دي يعني ما هكونا بنعمل ده في ألا باندا مع بعض يعني في المصرح كنت بعمل كده وبقلد وبتنطط وبالعب على عود تجربة مهمة برضو اه كانت محطة مهمة عملتي في ألا باندا برضو مفاجآت لجمهورك على فكرة ايه بس المفاجآ ان الحاجة بعد الحجاب بقى جاية تعمل يعني حاش ابدا عمره انا بحيهنيدي طبعا يعني لانه محاش عمره كان حيفكر فيي ان انا اعمل حاجة لايت دايما مكلبشة والطيبة والبتاع حتى الأدوار بعد كده اتغيرت شوية بقى يعني فيه قوة وفيه نطجه وفيه حاجات تانية غير الست المغلوبة على أمرها يعني محمد هيني دي الفنان الكبير المفروض كان يبقى معنا طبعا على التليفون بس هو يعني مش قادر يتواصل معنا لزروف الاتصال لانه هو في خارج يعني في بلد تانية وخارج مصر فكل التحية والتأدير ليه واحنا يعني طبعا بالنسبة لنا حضوره وأكيد مهم أحلى وأخف حضوره وأجمل حضور يعني محمد هينيدي إن شاء الله تتوفقه في المسلسل مسلسلات الإزاعة مهمة جدا في رمضان التأكيد عليها يعني محمد هينيدي ومونة عبدالغاني بيقدموا مسلسل ده تأكيد كمان على دور الإزاعة في رمضان اللي هو كان أساسي مسلسل الإزاعة في الفطار هو بقاله كم سنة ناجح في الإزاعة ما شاء الله يعني خالد حلمي بيقدمه بشكل كويس فهو منحظي بقى أن أنا المرة دي معاه وبغني تغني أغني ليه لا يا الله كنت فرحانة جدا بالتجربة الحقيقة ترجمة نانسي قنقر